سابقا تعلمنا or we learned وقف وجلس دخل وخرج the most important thing don't forget the use of و means and we learned also أكل كتاب بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا جميعا أنا عز الدين and this is كيف حالكم اليوم we will talk about an important thing something like vowels in english but we cannot say literally it's vowels let's see what we have in anything if you don't have motion or you don't have movement this thing will be freeze اليوم today we will talk about motions or movements we call them حركات in arabic we have three of them this one and this one and this one we pronounce them as a after the letter and e after the letter and u after the letter how's that let's talk about them one by one now the first one we call it fatha and there's the sign on the top of the letter here we will take the letter a as an example so the first one will be a second one is kesra it's under the letter it will be a a third one we call it dhamma and it's also on the top of letter we pronounce it like oh oh it's a small o again we will take as an example now imagine that we are pronouncing ah because we don't have the motion we don't have harakat and when i put fatha instead of saying ah like this it will be ah we will raise the voice the opposite will be with kesra we have ah again but when i put kesra it will be a to change the letter let's imagine that we are talking about ra it will be r without haraka then ra with fatha will raise the voice re with kesra will lower your voice in this lesson we will assign the blue color to identify any letter with fatha and red color will be with any letter with kesra now let's pronounce all the letters with kesra first one is e yes don't worry about this sign we have a video about it later now let's pronounce and pronounce after me out loud e b t g yes before we said their sounds are but that because it was with fatha a ba now it's with kesra e b so let's continue he he d n me i y u we'll be a tea الآن سنقوم بإمكانهم الآخرين أأي بابي تاتي لا تتذكر أن تقوم بإمكانهم بعد مدرسة تاتي جاجي ححي خخي دا دي ذا دي را ري ز زي ساسي شاشي صاصي ضضي ططي ضضي ععي غاغي ففي ععي غاغي ففي قاقي قاقي لا لي ما مي ن ن ه ه و و ي ي الآن سنقوم بإمكانهم الآخرين ولكن الآن أريد أن تتكلم أن هذه الفتحة تقوم بإمكانك الآخرين وهذه الفتحة تقوم بإمكانك الآخرين لنبدأ أعي أعي سأتكلم ب ب ت ت ت ث ث ج ج ح ح خ خ خ د لكن أتوقع، لماذا نتعلم هذه الفتحة؟ أريد أن تفهم أن هذه الفتحة تقوم بإمكانك الآخرين أو هذه الفتحة تقوم بإمكانك الآخرين أعذار كثيرة من المباشرة، نحن نحن في هذه العامة نتحدث بإمكانك الآخرين ، نحن أن نضع بإمكانك الآخرين من الطعام من المإنقائك الآخرين وهو يعني رائع لعبادة والعبادة 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 وإذا نضع دممه بور سيكون محطة أوه كيف هذا؟ كيف؟ الآن لا تتكلم عن هذا واحد من واحد سيكون أسهل فقط هل تتذكر الم词 كيف؟ في البداية في كل فيديو أنا أسأل كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ كيف يعني كيف؟ لكن الآن اذهب لك ونحن الوقت لأنك انترابتني الآن الآن نبدأ الحال وقمها هناك المصيره مع كسراء هذه المصير مع كسراء ثم نثق هذا ، وهذا وضع هذه facts ب في البداية زي في البداية جي في البداية الآن لدينا هذه الأشياء هنا سنقوم بإمكانية الأمور للمساة الأرى لذلك الأولى مع فتحة الثانية مع كسرة الثانية مع فتحة ما هي الصوت؟ وكيف نقوم بإمكانهم؟ سا في البداية ني في البداية في البداية هو سامعة وهذا يعني هذا سامعة سامعة ثم لدينا هذه الأشياء و هذه الأشياء و هذه الأشياء فتحة في البداية كسرة في البداية ما هي الصوت؟ ما هي الشكل؟ ضا في البداية حي في البداية في البداية ضحيك يعني هذا وهو ضحيك ثم لدينا فقط لدينا هذه الأشياء و هذه الأشياء أشياء مع كسرة في البداية وأشياء مع فتحة في البداية في البداية في البداية هنا إنها هي وأشياء أنا أريد أن أخبرك أن أصبح لدينا في البداية فقط لدينا في البداية فقط لدينا فقط لدينا فقط لدينا أن تفهم وأنها هي هناك لدينا دو مجرد أنا أولا ثم لدينا هناك المصر أولا مع فتحة ثانيا مع فتحة ما هي و ما هي و ما هي فتحة را في كتب في البداية بي في المدل حا في البداية وها رابيحة رابيحة و هل تتذكر ماذا هي مع فتحة حسنا؟ ماذا تتذكر نعم؟ وماذا هي ما هي إصفة وما هي فتحة فا في البداية مجرد في المدينة وحا في النهاية وهم لا يمكننا التشغيل حا مع را لأن را هو واحد من المحطات المحطة لذا الآن حا ستكون محطة كذا لأنها في النهاية و بعد را وهم ستعطوننا فريحة لذلك لدينا ربيحة وفريحة ربيحة وفريحة نقوم بتصميم هذه الأسفل ما هي صوتهم و ما هي شكلهم عا في المدينة وطي في المدينة وشا في المدينة هي عطيشة عطيشة ثم يوجد فا ماذا؟ فا؟ ما يعني فا؟ حسنا فا هو مثل و يمكننا استخدامها في الكتابات وأيضا يعني ذن لكن فا ليس فا لذلك لذلك يمكننا التشغيل مع الأسفل لذلك حتى عندما يعني ذن ، سنقوم بتصميمها إلى المدينة سنقوم بتصميم هذه الأسفل الآن أريد أن تفهم أن فا يعني ذن الآن لدينا هذه الأسفل ما هي صوتهم و كيف نقوم بتصميم شكلهم شا في المدينة ورى المدينة وقوم بتصميم شكلهم جيدا لا تصميم شكلهم هذا هو قوم بتصميم شكلهم قوم بتصميم شكلهم سيضعنا شريبة عطيشة فشريبة عطيشة فا ثم شريبة الآن في هذا المدينة سنقوم بتخفيف المدينة لأنني أريد أن تستميم شكلهم بعض الأحرقات لذلك أولا هو هذا المدينة و هذا المدينة و هذا المدينة أولا هو فتحة ليس كسرة الآن سنقوم بتخفيف المدينة لذلك أولا هو را الثاني هو ضي الثاني هو إيا را في المدينة ضي في المدينة يعني في الأ 드� packs جميل�ة ـ financially ثم تكون هذه السوداء و هذه السوداء و هذه السوداء ما هو الصوت صوتقل هذه السوداء اكتبو الوافط تذكب الصوت وجميل اتمام الفيديو لو تريد أن تذكر تا و إبقى را في مدينة ني في الأخير تاراني أولا هو فتحة أولا هو فتحة أولا هو كتحة تتسفل الأمور في هذا الدراج تاراني ثم يوجد هذه أصوات و هذه أصوات و هذه أصوات ماهي يدونه؟ وشكل صوت وشكل عي في البداية وفي المدل جا في الأخير عي وجا عي وجا الآن الثالثة ليست ثلاثة أفضل فقط أريد أن تتكلم وفكر أنها سهل فقط أفضل فقط أفضل فقط لدينا هذه الأفضل فكرة أفضل فكرة أفضل فكرة أفضل في المدل دا في المدل ولكن لا تتطلب من معبر في المدل وكا في أجل فكرة أفضل فكرة أفضل فكرة أفضل فكرة أفضل فكرة أفضل كاننا بدت عن ال Schweiz لقدقد dép spindle قد قد علم مج الضمه اللون القولة الرجاه لا صنعنا اشتركوا الآن صنع resilience لأسف اشتركوا وهذا كل شيء من اليوم، أتمنى أن أراك في الفيديو أراك في القادمة، إلى اللقاب